فرات جديدة صدرت من دقائق من اجتماع مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديد الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الترقص بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديد اجتماعا لللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات اللي حيتم العمل بيها بداية من يوم 26 سبعة 26 ده أعتقد السبت يعني حيكون بداية من الأسبوع بداية الأسبوع القادم تضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة طبعا يا جماعة معلش أرجوكم ما تتضيقوش رغم أن إحنا في الصيف ما تتضيقوش لأنه على الأقل لازم نعدي فترة عيد الأطحى الفترة اللي جاية يعني يعدي بس العيد علشان بيبقى فيه تجمهرات وتزحمات صعبة فهيتستمر إجراءات غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة أيضا والمتنزهات العامة ويتم النظر بعد عيد الأطحى في إمكانية السماح بدخول 50% من طاقة هذه الأماك وحنبتدي بعد العيد بالجناين والشواطئ والمتنزهات اللي ليها تزاكر علشان يبقى فيه دفاتر معروف العدد طلعنا النهاردة ألف تذكرة يبقى معروف أن المكان ده أصلا استيعابه 4000 بنيا آدم طلعنا 25 يبقى المكان ده استيعابه 100 زائر يعني القرارات كمان بتتضمن السماح باستقبال الجمهور في المقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يمثلها من المحال والمنشآت ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقل حتى 12 مساء يبقى كان الساعة 10 الكافي والمطعم ومحلات الحلويات وما شابه هتبقى لغاية الساعة 12 مساء المحلات التجارية والمحلات الحرفية ومحلات بيع المنتجات والملابس وما إلى ذلك ومحلات تقديم الخدمات والمراكز التجارية اللي هي المولز كلها هتقفل 10 بدل 9 دي كانت 9 بقت دلوقتي الساعة 10 مساء نسبة الإشغال في الطاقة الاستيعابية للمطاعم والكافيتريات والأهاوي هتكون 50% بدل 25 50% بدل 25 وده برضه يعني قرار طيب جدا وبيأكد ان احنا الحمد لله ماشيين في اتجاه كويس ف50% كمان زي ما كنا قبل كده 25% هيبقى 50% كافيتريات ومطاعم لأنها في الأماكن المفتوحة والتهوية فيها جيدة لكن حتظل تجربة السينمات والمسارح 25% من الطاقة الاستيعابية لان لسه ما بدأناش نشوف لها نتائج وبرضه اللي بنقوله على المتنزهات والشواطئ والحدائق بنقوله على السينمات والمسارح بخصوص عيد الأطحى كل سنة وحضراتكم بألف خير عيد الأطحى بيبقى فيه اقبال كبير على المسرح وعلى السينما فكويس إن هي ترجع بس هترجع بعد العيد إن شاء الله ممكن نلاقيها وصلت لـ 50% لتشجيع هذه الأنشطة اللي أغلقت لمدة طويلة فيما يتعلق بصلاة عيد الأطحى المبارك تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد اللي تبقت في صلاة عيد الفطر الصلاة هتنقل من أحد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبة وأشيرة أيضا لقيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط وإجراءات خاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع اتزاحهم والاختلاط والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وسائل المواصلات ما يضمن عدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وأيضا القرارات تضمنت السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين خمسين شخص فقط بشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن مية شخص يعني يبقى خمسين في المية أيضا يمكن انتوا لحظتوا حتى اللقاءات اللي كانت افتتاحات المشاريع ولقاءات سيد الرئيس مع القبائل وكده برضو كان التقى فيها أزياد شوية من مقبل وده طبعا مؤشر على أن الأمور في طريقها للانفتاح والوضع بقى أفضل بالنسبة للإحصائيات أخيرا بدء تنظيم المعارض الكبرى من أول أكتوبر يعني زي معارض الكتاب مثلا معارض المصنوعات الأثاث معارض الصناعية مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي طبعا أولا بأول لسه ما سبناش مجلس الأوزر